حول هذا الحديث معين بغداد مراسلنا حيدر الأسدي حيدر ما فحوى حديث سيد مطرد الصدر أيضا كيف تقرأ توقيته توقيته مهم ماجد على اعتبار أنه يأتي في ظل الانسداد السياسي الحاصل فيما يتعلق في مباحثات تشكيل الحكومة هذه الدعوة التي وجهها زعيم الكتلة الصدرية هي بمثابة رسالة واضحة ومباشرة إلى القوة التي تريد أن تلتحق بالكتلة الصدرية لتشكيل حكومة مقبلة أنها يجب أن تتخلى عن دعم أجنحتها المسلحة أو بعض الفصائل المسلحة وهي دعوة مباشرة إلى نزع سلاح بعض الفصائل المسلحة التي تتهم باستهداف المواقع الحساسة والمنشئات الحيوية دعوة مهمة بتوقيتها لأنها تمثل خطوطا عريضة لتشكيل الحكومة المقبلة أو للبرنامج الحكومي المقبل وهو إبعاد السلاح في العراق عن النزاعات السياسية لا أحد في العراق اليوم يريد أن يبقى الحال على ما هو عليه أن تحتكم القوى السياسية أو الخصوم السياسيين إلى السلاح أو إلى الشارع في أي انسداد سياسي يحصل وبالتالي هذا ما يقرأ من دعوة زعيم الكتلة الصدرية لتنظيم الحجد الشعبي إبعاد عنه بعض الفصائل إبعاد المسيئين الذين يتخذون من اسم الحجد الشعبي ما ظل يتحركون من خلالها في الداخل ويقومون ببعض الأعمال المسلحة هذه هي يمكن القول ما يفهم من دعوة الكتلة الصدرية هي شرط واضح وصريح لأي قوى سياسية تريد أن تجلس على طاولة المباحثات مع الكتلة الصدرية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون أو تعلن تخليها عن الفصائل المسلحة ويجب أن تكون في مقدمة القوى السياسية التي تعلن نزع السلاح المنفلت ونزع السلاح خارج إطار الدولة هذا هو ما يقرأ من دعوة زعيم الكتلة الصدرية دعوة يمكن القول بأن لن تعارضها أي من القوى السياسية ظاهريا ولكن ما يجد واقعيا يصعب تنفيذها وتطبيقها لأن بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية سوف تقول للكتلة الصدرية أنكم أيضا لديكم فصيل وجناح مسلح تدعمونه وهو سرايا السلام وبالتالي يجب أن يتم نزع سلاح سرايا السلام وبالتالي أيضا تنزع بقية الفصائل المسلحة أسلحتها هناك أزمة عدم ثقة بين القوى السياسية المختلفة دعوة الكتلة الصدرية اليوم دعوة زعيم الكتلة الصدرية هي دعوة واضحة وصريحة إلى ضرورة نزع السلاح خارج إطار الدولة وزعيم الكتلة الصدرية أعلن سابقا أنه بمجرد أن تنزع هذه الفصائل المسلحة سلاحها سوف يضع أيضا هو أيضا سلاح سرايا السلام تحت تصرف الدولة وقد يقوم بنزع سلاح سرايا السلام أيضا من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي شكرا لك حيدر ترجمة نانسي قنقر